رفضت الجبهة الشعبية والأطفال بالالتحاق إلى الجبهات الحربية وتسعى الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية إلى احتلال أراضي إقليم أمهر والعفر والاعتداء على المزارعين في المناطق الحدودية ونهب ضمن الأبرياء والمزارعين إلى العودة إلى السلطة مجددا هم ما مهتمين أقول لك ما عندهم يحب الشعب هم ما يبقون ولو هلقت شعب تجراي حتى لشعبهم ما يخدمون الآن دمروا أطفال في الحروب 15 سنة ما عندهم يحب شعبهم حتى بس سبت فريق الموجود في أمريكا وغربا وهدول لو عندهم يحب الشعب وحب الوطن لما دخل الحروب كلما حكومة الإيتيوبية تتفاهم معه وتبقى سلح كلما فتحوا عليها الحروب تسعى الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية إلى احتلال أراضي إقليم أمهر والعفر والاعتداء على المزارعين في المناطق الحدودية لأنها تعودت على النهب وظلم الأبرياء هذا من هذا هدفهم الأسري بداية تأسس عليها وهم يأخذون بلاد الناس ويأخذون الأموال عندما دخلوا بأقليم عفر قالوا يقولون لم تقولوا عفر قولوا تقرأي قومية العفرية كانوا يستنكرون حتى بدأوا المقاومة من قبل قومية العفرية شباب عندما بدأت هذه المقاومة بدأوا يعترفون ما قد يقاوموا هذه الجبهة العفرية وأضاف الشيخ رمضان أن الجبهة الشعبية لتحرير تقرأي الإرهابية كانت تسعى أيام حكمها إلى التفريق بين القوميات وتأسيس الأحزاب والقبائل والتقرأي هذا عشان تكون حكومة هي وهو يديهم أمادياً يساعدهم ولكن هنا يأسس لهم إيش يفرغوا العفر ويدعفوا العفر والأروم وهذا وهذا بدأوا يفرغوا بين القوميات والقبائل وكان إرادتهم يشتت القبائل والقوميات مش يديهم حقوقهم ترجمة نانسي قنقر